رغم تطمينات وزارة الصحة غير أن معاناة مرضى السكر تبقى قائمة حتى بعد الانفراج الجزئي في أزمة شرائح قياس السكر حيث لا تزال رحلة البحث عن بعض أنواع هذه الشرائح متواصلة لدى الصيدليات أزمة أخرى عمقت معاناة مرضى السكري وهي ندرة أجهزة قياس نسبة السكري التي تتماشى مع بعض أنواع شرائح حيث حتى وإن توفرت هذه الآخرة فأجهزة قراءتها تبقى مفقودة بعد نقص الفادح في شرائح قياس نسبة السكري الدور هذه المرة على أجهزة قراءتها ما يعني استمرار كابوس معاناة المرضى وهو ما يفرض تدخل العاجل من طرف الوزارة الوصية من أجل إنقاذ المرضى